أرحب بكم مستمعين في حلقة جديدة من حلقات الصحة المستدامة أرحب بضيفتي العزيزة الدكتورة لما تألى طبعا عندما نقول لما تألى فمن الضروري أن تكون هنا معنا متواجدة في استوديو البث المباشر ونحن طبعا سعداء جدا دكتورة لما أنه دايما تأتين إلينا لكي تكون معنا ولكي نفتح معك مواضيع جديدة ملفات جديدة فيما يتعلق باختصاصك يعني أمراض الأنف والأذن والحنجرة أهلا وسهلا فيك أهلا فيك سونيتا وأنا سعيدة دائما بوجودي معكم طبعا نسعد بلقاء كل الأطباء حتى على الهاتف يعني نشعر وكأنهم معنا ولكن التواجد الفيزيائي مهم جدا أكيد كما نقال بلغة الطب إذن ماذا بعد فشل العلاج الدوائي في التهاب الجيوب الأنفية طبعا التهاب الجيوب الأنفية مشكلة كبيرة للأسف قد تصبح مزمنة في أغلب الأوقات نجرب علاجات كثيرة وأحيانا تفشل العلاجات سنبدأ في البداية سنبدأ منذ البداية ولو كررنا ولكن لأنه طبعا لكي نفهم الموضوع ونفهم الملف إذن دكتورة لما ما هو التهاب الجيوب الأنفية قبل أن تترقي لموضوع اليوم التهاب الجيوب الأنفية هو عبارة عن التهاب أو الجرسومي أو فيروسي أو التهابي أو تحسسي للجيوب الأنفية المحيطة بالأنف هي عدة جيوب مثل الفراغات هوائية محيطة بالأنف والتهابه كثير كثير مزعج عند المريض بيسبب أعراض كثير مزعجة من آلام بالرأس من سيلان أنفي تقل بالرأس هذه يعني بداية بعدين بقى كثير إذا بنا نحكي ما بقى منخلص من الجيوب الأنفية نعم طبعا سنتكلم لماذا يفشل العلاج الدوائي طبعا سنتكلم ما هو بالأحرى العلاج في البداية ومثل ما نتكلم عن فشل العلاج وما بعد فشل العلاج إلى ماذا تلجأون لكي يتخلص المريض من هذه المشكلة الصحية المزمنة أما الآن فستنتوقف مع دراسة اليوم دواء جديد لعلاج الأنفلوانزا في يوم واحد فقط الصحة المستدامة صوني التناظر دكتور لما إذن ابتكر علماء اليابان دواء فريد من نوعه يمكنه علاج مرضى الأنفلوانزا في يوم واحد فقط يمنع هذا الدواء الجديد على خلاف الأدوية المستخدمة في هذا المجال حاليا انتشار العدوى ويقتل الفيروس كما يمنع هذا الدواء أيضا وصول الأنظيمات إلى الفيروس وهي الأنظيمات اللازمة لتكاثره ولذلك يمكن علاج المصاب خلال يوم واحد فقط ولقد اجتازت دواء الجديد المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية التي أجريت في اليابان مؤكدا فعاليته الجيدة وسوف تبدأ اختبارات المرحلة الثانية قريبا جدا حيث يزداد عدد المصابين بالأنفلوانزا عادة ولقد أعلنت وزارة الصحة اليابانية بأن هذا الدواء سيطرح في الأسواق في عام 2018 بعد الانتهاء من الاختبارات اللازمة والتأكد من فعاليته العلاجية وعد موجود أعراض جانبية له إذن دكتورة لما ما رأيك أنت؟ أنت تعالجين الكثير من مرضى الأنفلوانزا خاصة في هذا الموسم طبعا هالموسم كثير بس أول مرة بسمع أنه بيوم واحد يعني في مضادات فيروسية وفي مثل يعني لقاحات بس أول مرة بيوم واحد ما بعرف يعني نعم ما رأيك بالميكانيكية يعني عم بيقولوا أنه بيقتل الفيروس وبيمنع وصول الأنزيمات لكي يعيش الأنزيمات خصوصا فإذن يعني فعالة لازم تكون نعم إذن ربما سيكون منتظر للـ 2018 وربما طبعا ستستخدمون هذا الدواء أكيد أكيد إذن وسيحل مشكلة صحية أكيد كثير هامة مشاكل الأنفلوانزا والجيوب نفس الوقت طبعا تعتقدين أنه إذا حدينا من مشكلة الأنفلوانزا والزوكام هذا قد يحد من مشكلة الجيوب الأنفية أكيد مية بالمية طبعا لأنه يعني الزوكام هو يعني الالتهاب الجيوب الأنفية بيبلش بالزوكام أول شيء والزوكام يعني حتى الزوكام هو عبارة عن التهاب الأنف بس ممكن يشارك معه التهاب الجيوب يعني حتى أحيانا ما منفرقه إذا ما منحس كتير بالأعراض نعم إذن هل نستطيع أن نقول أنه التهاب الجيوب الأنفية ناجم عن أنفلونزا لم نعالجها أو عن زوكام لم نعالجه كما يجب يعني أحد الأسباب بس ما السبب دائما هو يعني أحد الأسباب فيروسي أحد الأسباب ممكن دوائي ممكن جرسومي ممكن تحسسي ممكن تخريشي ممكن يعني كل شي بيخرش المخاطية اللي واحدة منهم هي الفيروسات طبعا نعم دكتورة لما ما هي أولى أعراض التهاب الجيوب الأنفية قبل أن تتفاقم الحالة يعني هل قد يكون هناك أعراض تنبيئنا أولى الأعراض هي عبارة عن الرشح بيبلش أول شي لما الرشح لحاله ما منحس غير بالرشح هلا هذا غالبا بيكون التهاب يعني للأنف والبلعوم الأنفي بس لما بيبلش الصداع والآلام الجبهية والآلام الرأس معه والأنف يعني مسكر هل زوكام صباحا يعني عندما نصيقز من النوم أو آلام الرأس صباحا قد تنبيئ وجود ممكن طبعا ممكن أكيد الصداع الصباحي ممكن يكون أحد أسبابه تراكم يعني نسميه التهاب جيوب مذمن هايدي تراكم المفرزات بالجيوب الأنفية الصباح ومجرد ما واحد مثلا بلش يطلعه يعني لو نقول بالعام يمخت ويطلعه بتشوفي رتاح بس طبعا ما فينا نقول هيك إلا لنعمل فحوصات يعني نعم دكتورة لما طبعا ذكرنا الأعراض ربما قد تكون ألام في الرأس الزوكام هل هناك عراض أخرى هل انسداد الأنف هو عرض من أعراض انسداد الأنف انسداد الإذن السعال بعدين لأنه كل شي يعني هو آلام بالعوم ممكن ينزل على الأكتر شي كمان أحيانا منشوف فقط السعال نعم السعال بيطلع السبب والتهاب الجيوب أحيانا من دون ما يكون في إفرازات بدون ما يحس المريض يكون في إفرازات عم تنزل على القصبات وعلى الحنجرة بس ما بيحس المريض من نعمل صورة جيوب أو بالفحص التنظير من لاقي فيه التهاب الجيوب يعني فأعراضه كتير كتير التهاب الجيوب الأنفية بس طبعا بيظلوا العرض الأكتر إزعاجا هو الصداع والآلام الرأسية كيف تحددون نوع التهاب الجيوب الأنفية لأن ذكرت أنه أو سبب ناجم عنه لأنه طبعا لكي نعالج المرض يجب أن نعرف السبب كيف تعرفين أنت دكتورة لما أنه عندما تشخصين التهاب الجيوب الأنفية كيف تعرفين فيما بعد أنه سبب جرسومي أو ريوسي أو كما ذكرت تخرشي أو دواء زكاتي في أدوية أيضا تسبب طبعا في أدوية كمان ما هي الأدوية التي قد تسبب التهاب الجيوب؟ في أدوية هرمونية في أي ممكن نوع دواء بتلاقي ممكن أي دواء يعني بيتحسس عليه المريض يسبب له التهابات أنفية تحسسية يعني نعم بس في العلاجات الهرمونية بفتكر في كتير أدوية يعني في أدوية ممكن يعني حسب كل مريض بتختلف حسب كل مريض وبعدين حتى في القطرات الأنفية في نوع قطرات أنفية مقبدة اللي بنستخدمها بالرشح إذا استخدمناها لفترة طويلة بيصير فيه شيء اسمه التهاب أنف حركي ويعائي والتهاب جيوب معه يعني القطرات الأنفية إذا بنستحتمها فيه نوع من القطرات اللي بنستخدمها لمجال طويل بتنقلب بتصير هي اللي بتسوي التهاب أنف وجيوب كماني نعم إذا أنت كيف تحددين نوع الالتهاب؟ غالباً لما بيجي المريض بنوبة حادة غالباً أول شي بتبلش بفيروسة مثل الرشح أول ما بيبلش هلأ لما بيكتر كتير أنا طبعاً بالفحص بلاقي غالباً نوع المفرزات بتكون صارت سميكة خضراء هاي دي بيكون صار في إنتان جرسومي طبعاً أنا أغلب الوقت بشيل باخد لطاخة لطاخة ومنحللها وبيعطونا مع نوع الأنتبيوتيك اللي بيمشي مع هالجرسومة مباشرة أحياناً ما بنلاقي شيء أبداً بيكون صار بس التهابي الجرسومة والفيروسة راحت بيصير بس التهابي يعني المخاطية التهبت وإسا تعم تفرز 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 مواد مخاطية بدون جرسومة وبدون شيء هلأ وقتها بقى منعتمد على شغلات تانية الكورتيزونات، البخاخات، الغسولات الأنفية في النوع التحسسي كمان بس كله بيجر بعضه يعني يعني ممكن يبدأ بتحسسي يعني كله بيجر بعضه لازم أي شغلة عندك إياها بتلاقي إياه ما طبيعية إذا عندك تحسس أنفي اللي منقدر نعرفه بالإختبارات الجلدية أو بكل بساطة أحيان بسحب الدم يعني تحليل دم نقدر نعرف إذا معه التهاب أنف تحسسي بعدين لما منشوف فعلا أنه عم يتكرر كتير نبعتول عن طبيب تحسس يعني يعطي الدواء المناسب ويحدد له بأي فترة لازم يأخذ الدواء يعني هاي بقى بتصير شغلة الطبيب التحسس فاللي معه تحسس غالبا بدنا نغطي التحسس اللي معه على الجرسومة أو حتى الفحص طلع معي مخاطية سميكة وخضراء هاي دي جرسومة بيعطي أنتيبيوتيك مباشرة يعني يعني كل شغلة بتحسي فيها بدك تغطيها يعني بنوع يعني وأحيان بتشوفي فيه أطباء بيغطوا 3-4 شغلات بنفس الوقت أنتيبيوتيك ومضاد التحسس ومضاد التهاب بنفس الوقت ليغطوا كل الأسباب نعم بيكون علاج تكامل دكتورة لماذا بعد فشل كل هذه المحاولات للتخلص من التهاب الجروب الأنفية وحسب ما نسمع أنه للأسف تفشل العلاجات في أغلب الأوقات أولا لماذا ما هو السبب لفشل هذه العلاجات الدوائية هلأ فيه نقطتين مهمين أول شي فيه الالتهاب الحاد اللي هو الرشح القوي مع الصداع هذا بيبقى كم يوم وبروح بس فيه الشغلات المزمنة هي الأصعب يعني نعم يا المزمنة يا أما الالتهابات الحادة المتكررة هي كتير مزعجة نعم ليش بيفشل الدواء؟ لأنه أحيانا يا أما ما منعطي الأنتيبيوتيك المزبوط يا أما المريض طبيعة مخاططه حساسة يعني حتى يعني بيلتهب للأنف عنده بس ما بيسهولة بيرجع لطبيعة وبيضل المخاطية رغم الأنتيبيوتيك مثل ما قلت لك بيروح لكل العوامل بتروح بتروح بتعطي المضادات تحسس بتعطي الأنتيبيوتيك بتعطي رسومة وتقتلي الفيروسة وما بقى في شي بس بيبقى الالتهاب العملية الالتهابية نعم هاي بتضل بقى بتتغير من شخص لتاني حسب مقاومتنا جهاز المناعة وحسب جهاز المناعة طبعا المضعفين المناعة بينصابوا أكتر بكتير بس في عالم كتير أنا بشوف عالم طبيعية بيتطول عندهم كتير الالتهاب الجيوب أكتر من غيرهم لأنه هيك طبيعة تعاملهم أو تفاعلهم مع المرض لا طبيعة المخاطية تعيتهم بتطول أكتر من غيرها يعني مثلا كتير بتشوفي مرضى بيقولولك أنا الجريب بيجي عندي بيبقى شهر ما بيروح يعني هاي طبيعة الشخص يعني طبيعة المخاطية تعيته كتير يعني كتير رياكتيف يعني كتير متفاعلية نعم إذن عندما تعطين مثلا أجريتي عرفتي شو السبب عملت اللطاخة عطيتي المضاد الحيوي مضادات الالتهابات الكورتيزون إلى مغناء ماذا يحدث عندما تستمر الحالة؟ كيف تتعاملين مع المرض هلا كتير هاي منشوفها هلا إنه عطينا كل شي كل شي كل شي كل شي طبعا دائما أول علاج اللي بنعطيه غالبا بيكون بفترة عشر لخمسة عشر يوم مثل ما قلتي الأنتيبيوتيك الكورتيزونات البخاخات الأنفية الغسولات الأنفية بنعطي دواء أوي كتير بيرجي المريض بيقول لك يا أما تحسنت شوي ورجعت يا أما ما تحسنت هلا هون شو بدك تسوي ما دائما منستسلم دائما المريض إذا رجع بعد عشر خمسة عشر يوم ما متحسن ما دائما منبعته على العمليات روح بوشك على العمليات أما منبعث نص مرضانة على العملية طبعا منحاول دواء منحاول مرة تانية منعطي أنتيبيوتيك من جديد منحاول مرتين بالقليلة نعمل يعني علاج دوائي آخر نعم إذن مرحلتين للعلاج مرحل أي يعني دائما أول مريض بعد خمسة عشر يوم برجع بحاول ما فيني ابعته مباشرة على العمليات يعني نعم بحاول مرة تانية غالبا أغلب الوقت بتاني يعني بتتحسن في خمسين مئة من الحالات يعني بتتحسنوا أكتر كمان يعني ما في بالأخير ما في التهاب إذن ما في التهاب جيوب إلا بدو يطيب بالأخير بجوز يطول شهر شهر ونص بس إلا تخمد يعني لحاله النوبي يعني تقل الأعراض ممكن ما تروح مية بالمية بس إلا تقل يعني نعم هلا تالت احتمال ما مش الحال لهيك ولهيك في الاحتمال التالت أنا ببعث المريض ممكن حسب شغله حسب بيقدر ما بيقدر بنبعته لعلاج بالمشفى عن طريق الأوردة الأدوية عن طريق الوريد مثلا نعم غالبا بتكون فعالة أكتر من هي نفس الأدوية طبعا بس طبعا عن طريق الوريد الأنتيبيوتيك عن طريق الوريد دائما بتكون فعالة أكتر من اللي عن طريق الفم ويعني تركيزة أقوى والبخاخات الأنفية والغسولات بس كمان مثل تبخيرات يعني بماسك من جيب ماسك من الصيدلية من التبلونية بيحطوا أدوية بقلبها مثل الأكسيجين وبيعملوا تبخيرات كل يوم مرة الصبح مرة المساء ماذا يوجد ما هي المواد المواد بتكون نحنا منكتبها بيكون نفس الشي أنتيبيوتيك مضاد حيوي مضاد التهاب كورتيزوني مقبضات أنفية يعني خليط من كل هذا نستنشقه نستنشقه بالبخار هي آلة إلكترونية يعني بتحطي الماسك وهي بتبخر يعني هي عادة كتير بتريح المريض كتير يعني هلأ هاي دائما يعني مثل ما قلت لك أول علاج منجرب تاني علاج منجرب تالت علاج بالمشفى يعني بدي أقل لك تسعين بالمئة من الحالات بيمشي حالها تشفى نعم بعد تشفى بس هلأ تشفى ممكن ترجع تتكرر هي يعزبنا يعني اللي بيعزب المريض هو التكرار نعم لأنه ليش عم تقليلي لأنه هيك طبيعة أنفو هيك هيك طبيعة مخاطيط وحساسة كتير نعم ممكن إذا في تحسس دائما منغطي التحسس لأنه هو المسبب كمان للالتهابات يعني للالتهابات الجرسومية وهو اللي بيأهلها يعني هلأ آخر 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 شي فعلا إذا عجزنا إذا المريض عم يشتكي دائما ما عم يقدر يشتغل ما عم بيقدر يروح عشغله آلام رأس تكرار بالالتهابات الحادة بقى منبعث وقت على العملية منعمل سكنر وحسب السكنر كمان حسب السكنر لأنه في أحيان ما في شي ما في داعي يعني هو الطبيب اللي بيحكم إذا أنه هلأ بدي عمل لك العملية بدك تتحسن ولا مرح تتحسن على العملية نعم آخر خطوة هي العملية بماذا يعني عم يلسكنر بماذا تقضي العملية يعني تقضي العملية غالبا العملية هي يعني اللي هلأ في منشوف على سكنر منشوف مثل يعني بقر إلتهاب لأنه نحن عنا كذا جيب حوالي الأنف بين العيون خلف العيون جنب الأنف يعني عنا كذا نوع من الجيوب الأنفية نشوف البقرة وين موجودة إذا ضلت معندها البقرة ما عم بتروح البقرة اللي فيها الالتهاب الالتهاب بقرة الالتهابية بأي جيب موجود طبعا بيجرفها للجراح الأزنية بيجرفها وبينظفها بس فيها تقنية كتير كويسة لها اللي بيعملوا الالتهابات المتكررة لأنه هي عندها مثل كل الجيوب مفتوحة على الأنف بس بفتحات كتير صغيرة يعني شبه مجهرية شو بيسووا بيوسعوا الفتحات بقى هيك ما بقى بيصير في تحتقن ما بقى بتحتقن بيصير بقى بيفرز وبيكب على الأنف ما بقى فيها الاحتقان وهالألام شو اسمه هي الألام ناجمة عن الاحتقان عن احتقان وبتكون كتير مصغيرة لفتحات الجيوب على الأنف بتحتقن وبتوزن بتتسكر وهي اللي بتسبب هالآلة فنحن منوسع بهالعملية منوسع فتحات وفعلاً بيتحسنوا كتير يعني بيتخف كتير هاي الشغلات المتكررة الالتهابات المتكررة لأنه تفتح الجيوب بيصير فتحته كبيرة وبيفرغ بسهولة على الأنف بقى ما بقى بيصير فيها الالتهابات المتكررة ما هي النتائج بعد العملية دكتورة لما ماذا يقول المرضى بعد الخضوع لها لا كتير مرضى يعني مثل ما لتلك غالباً الجراح المتمكن بيعرف أنه أنا إذا بدي أعمل هلأ إذا أنا بدي أعمل للمريض عمليته طبعاً الجراح بيكون عنده خبرة يعني غالباً يعني الجراح الكويس أنه أنا إذا عملت له العملية رح يتحسن ولا ما رح يتحسن فغالباً لما بيعمل الجراح بيكون عارف أنه في يعني في تحسن كله بيرتبط بالأخير بالسيتي سكان بسكانر أو بالطبع المحوري تاع الجيوب نعم يعني الأهم مقطة للجراحة هي الطبع المحوري تاعي تجيوب لنشوف شكل الالتهاب منتشر إذا منتشر بكل شي يعني كل مخاطيطه ملتهبة يعني ما في بؤر بؤر هي غالباً ما مبدأ عملية لا لأنه يعني انتشار علاج دوائي علاج دوائي يعني نعم هل هناك التهاب جيوب أنفية يتطور إلى لا سمح الله أمراض خطيرة طبعاً دائماً موجودة الاختلاطات بأي التهاب موجود بالدنيا خصوصاً الالتهابات بالرأس يعني الجيوب الأنفية نعم إلى ماذا قد يؤدي دكتور دائماً من خاف مننا لما بتطول كتير الحرارة بتظل عالية هذه دائماً من خاف مننا هلأ بتؤدي لكتير شغلات يعني من خاف مننا عند الصغار خصوصاً من خاف مننا عند المضعفين المناعة اللي عندهم التهابات مزمينة اللي عندهم سكري كل هدول يعني من خاف مننا ممكن تؤدي يعني لخراجات دماغ لالتهابات دماغ هلأ الأخف الشغلات اللي من شوفها أكتر يعني هدولي الخراجات دماغ ما بقى ما نلاقيها بقى هالأيام كتير قليل يعني نعم بس المن شوفها أكتر أنا اللي بشوفها كتير هي التهاب حول الحجاج بتشوفي عينه صار يعني مثل ورمد عينه وجحزت أيوة بيكون التهاب النسيج الخلوي حوالي العين ودفع العين هي طبعا مباشرة مشفى يعني مشفى وممكن جراحة ليفضوا كل الخلايا الملتهبة يعني نعم الجراحة البسيطة لالتهاب الجيوب الأنفية تأخذ كم من الوقت وهل يستعيد المريض عفيته بسرعة؟ هل يعود إلى مزاولة حياته طبعية؟ بده 15 يوم تقريبا دائما بعد التهابات الأنف بعد العمليات الأنف كمان يعني بدي أقول كمان أنه ممكن إذا فيه بنفس الوقت إذا فيه انحراف وطيرة منسوي الوطيرة بنفس الوقت لأنه انحرافات الوطيرة كمان بتسد الأنف وممكن تسوي إلى التهاب الجيوب بس 15 يوم بيظل شوي مزعوج المريض طبعا تدريجيا بيخف يعني لأنه بأنفه بيكون مسدود ومفرزات والتهاب ووزم بأنفه يعني بيظل شوي شي عشر خمسة عشر يوم الساعة بيعاني بس بعدين عادة بيتحسن كتير ومفروض أنه حالة تعود إلى الطبيعية طبعا طبعا يعني بعد شهر من العمل بعد شهر طبعا بيحس بقى خلاص رتاح نعم دكتورة لما في نهاية ملف اليوم هيك نصيحة للأشخاص الذين يعانون طبعا من التهاب الجيوب الأنفية المتكرر والمزمن ما هي النصيحة الأولى والأهم التي تعطينا إياها في النهاية النصيحة الأولى والأهم دائما أنا بنصح لكل المرضى اللي بيسووا الالتهابات المتكررة أول شي لما بيقرب مباشرة يعمل غسولات أنفية لحتى يقدر يغسل الجيوب الأنفية والفتحات الأنفية غسولات أنفية بالماء المالح ويستخدم بخاخات كورتزونية عمدة طويل معلشي ما بيصير شي مشان كمان يخفف العملية الالتهابية يعني بالمختصر غسولات أنفية وبخاخات كورتزونية هي عمدة طويل خصوصا بالفترة الشتاء اللي بيعمل فيها كتير التهابات جيوب بعدين أهم شي يتأكد ما عنده تحسس إذا فيه تحسس كمان ياخو مضاد تحسس على مدى طويل معلش هالثلاث شغلات بيقدر ياخدون عمدة طويل ليتجنب الالتهابات الأنفية التحسسية ومجرد ما هو بيعرف حاله أنه بيعمل التهاب جيوب متكرر معلش لما بيبلش بالتهاب الجيوب طبعا بالأعراض التهاب الجيوب المزعجة للصداع والوجع الرأس ياخد مباشرة معلش أنتيبيوتيك ومضاد التهاب كورتزوني نعم شكرا دكتورة لما تقلى وذكر بأنه الآن مستمعو الصحة المستدامة شاهدوا الفيديو الصغير الذي وضعناه على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة عندما أعلننا عن موضوع حلقة اليوم وكما سيشاهدون حلقة اليوم على موقع منتكار للدولية وعلى اليوتيوب قريبا جدا عندما نضع هذه الحلقة أدعو مستمعين للاتصال بك إذا كان لديهم أسئلة دكتورة لما طبعا هناك من وضع رقم هاتفه على صفحة الفيسبوك هناك أرقام كثيرة وأسئلة كثيرة لك دكتورة لما تقلى طبعا تعلمين أنه مستمعون بحبك ويطيقون بنصائحك وأنا كما كثير بحبهم كثير بحب تواصل معهم هناك علاقة مميزة بينك وبينهم إذن إذا أردتم التواصل مع دكتورة لما تقلى وطرح الأسئلة عليها ما عليكم سوى الاتصال بكاتيا سعد منذ الآن على هذا الرقم 0033969323314 أكرر 0033969323314 دكتورة لما اختصاصية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة هنا في باريس وضواحيها نعود إليكم بعد قليل ميكيل كاتيا وأنا ودكتورة لما